الطائفة الثانية الأحاليث القائلة بإثني عشر مهديا الطائفة الثانية تقول أن الخضر يموت سلام الله يعني وبعده يأتي أولاده يحكمون الأرض بالعبن والغسط وهم مهديون يسمون بالمهديون ليست كلها تعين عددها لكن قسم منها معين العدد وهي إثنى عشر مهدي هكذا قسم منها يجي أذكر رواية واحدة رواية كثيرة عديدة أذكر رواية واحدة أخذتها هذه الرواية هم عندكم مصدر إذا ترون أخذتها من غيبة الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الغيبة حديث 121 صفحة 150 إلى 151 بحسب طبعة مؤسسة المعارف الإسلامي بهسبوع حسب الطبعة بسند له عن أمير المؤمنين عليه السلام قال هم الرواية مفصلة أنا ذاكر محل الشاهد لا أكثر بسند له عن أمير المؤمنين عليه السلام قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته رسول الله في الليلة التي صباحا توفي قال لعلي يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودوات جيد لك صحيفة ودوات أقول لك فتشيء إملي اكتب فأملى رسول الله الله عليه وآله صحيفة وصاياكة أمر رسول الله أن يكتب علي وصاياك إلى أن قال آخر شيء قال يا علي إنه سيكون بعد 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا في المؤمنين مؤمن ولكنهم أولاد الإمام مهديون مهتدون ويهدون الناس ويحكمون بالحق فأنت يا علي أول 12 إماما ودواه فصل أن حادثي يذكر أسماء الأهم واحدا بعد واحد من علي إلى الحج عشاء الله فقال رسول الله فذلك 12 إماما ثم يكون من بعده 12 مهديا هذه الطارق الثاني طبعا أن الذين المهديون هم حجج حجب الله لكنه ليس على مستوى إماما صوح إنما على مستوى حجج من قبل الله ترجمة نانسي قنقر